اشتفوا الكريم ديالنا كيفاش دايا شوفوا ما شاء الله لبنتك انك شريح من افخم مراكز تجميل وانتي نصيبه في الدار ديالك وفي نفس الوقت تخدميه كمشروع مربح وتستفدي منه الفلوس راح خدم انتك تخدمي هذا الكريم هذا والبشرة ديالك غادوك تفتح غادوك تفتح غادوك تفتح غادوك تفتح ما غادوك تبقىش تصغني عليه نهائيا ما شاء الله هراء غادي تشكروني وغادي ترحموني على هذا ماسك هذا تحاولي انك يتدخلي الكريم البشرة ديالك مزيان مزيان كيف ما تشوفه هانتو ما راح سبحان الله راح دغيك تشربوا لابو شوفوا لابو كيفاش تشرب الكريم هانتو غير هو البنات غادي تخدموا الكيس غا مني غادوك تخدمي الكيس بس غادي نقول لك اختير انا غادي خرزك الشيلي معمرك مش في حياتك انا ما شاء الله راكي واحد اللون بواحد طريقة اللي ما شاء الله رهيبة 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 ويتكم اللي بناتوصولي هذا الفيديو الاكبر اكبر عدد ديالي لايك باش تدعموني وان شاء الله هذا الفيديو يوصل الى اكبر عدد ديال النساء ونجيب لكم ان شاء الله غير الوصفات ديال طوب 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 اللي غا تستفدوا منهم وغا يدخلوا عليكم ان شاء الله بالربح وبالرزق بإذن الله اللي تخدموهم ان شاء الله كمشروع مربح نبدو على بركتي الله ونبدو كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ألي وأصحابي أجمعين أول مكوين ان شاء الله غا تحتاجوا في المسك ديالنا غا تحتاجوا الماء الورد تقريبا غا تناخدو كاس ديال الماء الورد نسبل هاد القرعارة كالتبع عند ملحانوت عند الأبطار في ممشتي موجودة ديرا غايشي خمسة درهم ولاستة درهم تقريبا من بعد غا تنزيد على الماء الورد ديالي معالقة كبيرة ديال المايزينة إلا ما عندكمش المايزينة ممكن تعودوها بالدقيق للون دياله أبيض غا تحتاج منا واحد لمعالقة اللي غا تكون كبيرة كيف ما كتعرفون المايزينة ما شاء الله هرها مبيضة أمبر وان أنا نهائيا ما كنستغنش عليها في الماسكات ديالي ولي للأبد ما يمكنش لا في الشعر ولا في الوجه ولا في الجسم ولا في الأسنان ولا في بزفت الحواجي إن شاء الله سنشارك معاكم بزفت الحواجيات من بعد سنحط الخليط ديالي على نار اللي غا تكون مهيلة كيف ما كتشوفوا هدا هو القوام اللي غا تخرج لنا يعني أنا البنات اللي صورت معاكم المراحل المضبوطة والمقادر المضبوطة أهم حاجة الحمد لله كيف ما مولفاكم وموعداكم المصداقية وما المصداقية باش تتفدوا إن شاء الله من هاد الماسك كيف ما كتشوفوا شوفوا الخليط كيفاش كيولي عنا ما شاء الله ما تزيدو ما تنقصوا معالقة اللي غا تكون كبيرة ما تزيدو ما تنقصوا من الميزينة باش يتلع معاكم الخليط كيف ما كتشوفوا بحال هكا من بعد غا تنحول الخليط ديالي فواحد جبانية كيف ما كتشوفوا وغا تنزيد دابا الإضافات اللي خاسني نزيد إن شاء الله غا تنزيد ثلاثة المعالق ديال الصابون ضوف أو أي صابون عندكم انتوا ما كتفضلوه والبشرة ديالكم كتبغيه يعني ما كينشفش لكم البشرة ما كدلكم تشي مشكل غا تديرو منو ثلاثة المعالق ماشي بالضرورة أنكم تخدمو الصابونية ديالدوف هي الصابونية ديالدوف غزالة ما شاء الله في التبييد ولكنتوا ماليكم الختيار في هات الكريم أي نوع ديالصابون ممكن تستعملوه بويتو الصابون ديالصابون دلططا والصابون دلحجرة صابون اللي غاني مفيهش نهائي شي مادة ولا شي حاجة ممكن تستعملوه أي صابون عندكم ممكن تستعملوه فهات الماسك هذا لكم الختيار من بعد غندوزو المكون خطير الغزال الرائع فهات الوصفة هدا هو الشامبوان ديال البيض أي شامبوان عندكم مصنوع من البيض غدي تستعملوه إن شاء الله في هاد الماسك غدي نحتاج جوج معالق سوف تكون كبيرة من الشامبوان سوف تكون معروف وموجود في ممشيته سوف نخلط مزيان ثم سوف ندوز المكون اللي هو الكوركم الكوركم غزال في التفتيح بالأحسن الكوركم تكون جودة ممتازة أي حاجة تضعوا على جسم سوف تكون مزيانة ثم اختياري الصابول البلدي صابول الأسود أو صابول المغربي فهو اختياري في هذه الوصفة سوف تضعوا منه واحد المعلقة اللي سوف تكون كبيرة يكون شوية سائل ما يكون شوية تقيل سوف تتخنوه في البطار اختياري كيفما نقول لكم بغيتو تضعوه ما بغيتو تضعوه سوف نخلط المكونات مزيان مزيان كيفما تشوفو ونضعها في واحد الإناء بطبيعة الحال وكيتسد سوف نحتفظ به في تلاجة لا يجب أن يخرج من تلاجة سوف تستعملوه لوقت اللي سوف تستعملوه وتردوه لتلاجة وخليكم معي احتل الخرد الفيديو لانه طريقة تطبيق سوف نجد المهمة سوف تدخل من تلاجة لانه طريقة تستعمل هذه الكريم سوف تدخل طريقة طريقة الأولى ان شاء الله لا يريد تدهني جسمك كامل في الليل سوف تدهني جسمك كامل 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 سوف تلبسي بيجاما خاصة بالماسكات او بالكريمات سوف تدخل ضروري بالنسبة للمسكات والكريمات ووصفات سوف تدخل بيجاما خاصة بالكريمات ضروري بيجاما خاصة سوف تدهني جسمك كامل 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 سوف تلبسي بيجاما خاصة بالكريمات وفي الصباح سوف تنضي جميع حواجاتك وتمشي الحمام اجيب تفكريني ما شاء الله سوف تبقى مصدومة من راسك ما شاء الله من القلب لانكم تستاهلوا زائد طريقة الثانية سوف تدخليه للاحق الدوش سوف تدخليه قريبا 1-5 دقائق سوف تدخلي وحكي بيجام الكيس وحكي الجسم مزيان وتفكريني وحكي من أول استعمال هذا الكريم سوف تدخلي كمشروع مربح سوف تدعموني باللايكات باش نتشجع ونشارك معكم كمشروع مربح يدخل عليكم بالخير بالرمح بإذن الله بغيتكم توصلوا لي هذا الفيديو الأكبر عدد للايك باش نفرح ونشارك معكم كمشروع بشكل بشكل طريقة سوف نطبقها على اليدين بشكل 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 ماسك سوف نأخذ واحد بشكل ماسك 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 وكريم وصابوني سوف نطبق على اليدين بشكل بشكل مزيان مزيان حاول أنك يدخل الكريم لك مزيان كما ترى سوف يضغيك سوف يضغيك تشربوا الابو يسبب الابنات التي أخبروها بطريقة لولا أنهم يطبقوا بشكل وبشكل بشكل ويلبسوا البيجاما حتى الغدلي ومشي الحمام سوف يضغيك تشربوا الابو لكي قدامكم سوف نأخذ حركة دائرية الجسد هذه المشكلة التي تصدر ، من مرحل ذلك ، هذه الأسفل ، جميك أقل الان لأسفل ، سأعطي لأسفل القصف ، و أخرج حساب طريقة بأسفل ، أي الأطراف أن تكون لها عفل ، ستبقى هذه الكريمة ، يجب أن تشرب الكريم بغياء بغياء تشرب نعايلك حالها كان جيدا بغياء تدخلوا لابو كل شي قدام عليكم شوفوا لابو كيف تشرب الكري حاول صافر تبقي على الجسم كامل حتى الوجه سيتبقي له غير الضبان لعوينات لأنه في الصابون يستطيع حرق العين لا تقرب لها و تدخل الكريم جيدا لجسمك و اي منطقة لديك فيها السواد كما تشاهده و تلبسي البيجاما و تنعسي و تنضي دوشي او سيري الحمام و تنضي دوشي او سيري بكم اغلى متتبعات تستهلو و ان شاء الله سنشاركو معكم المزوده كاملة سنشاركها معكم باني لا لانكم كاتهلو ما بغيتكم مشال بنات تبخلو عليا باللايكات ديالكم ليك تفرج في الفيديو ما فيها باس ديري لغتك واحد لايك دعميني وانا يشاء الله ما اجيب لكم غير الوصفات ديال الطوب طوب 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 لانكم كتساهلوا 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 وصع في بلاس هلتوما كما كتشوفوا فاني طبقتوا على اليدين ديالي كاملين بزوج باش هذي ما يبقاش فيها الحال طبقت لهذه وهذه كيفما كتشوفوا رمك يبقى بنتشي حاجة كأنك من تبقى تشي حاجة الجسم ديالك هانتوما كيفما كتشوفوا تشي حاجة ما كتبقى عندك فلابو ديالك كأنك مديرت تشي حاجة الجسم ديالك هانتوما تأخذي بيجاما خاصة سافي غير هو يستحصل انكم تبقوا هذي الطريقة بالليل وتنعصو والغد ليه إن شاء الله ستنوضي جميع حوزاتكم تبشي الحمام إلا ما بغيتش ستبقيه لمدة واحد نص ساعة في الجسم ديالك بما بما وجدت الحمام ديالك ودخلي دوشي الصحة و الراحة غير هو البنات غادي تخدموا الكيس مني غادي تخدمي الكيس سوف نقول لك اختيرا غادي خرز ذك الشيلي معمرك بشي في حياتك أنا ما شاء الله راكي واحد اللور بواحد طريقة اللي ما شاء الله رهيبة 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 إذا ما غاديش نطول عليكم وصلنا إن شاء الله لآخر مرحلة ما كان سخاش بكم الله ما كان سخاش بكم البنات اللي بغا تتواصل معي إن شاء الله تواصل معي لإستغرام ديالي اللي غادي نخلي لكم بأسفل الشاشة والصفحة الرئيسية اللي عندي فيسبوك أسفل الشاشة تواصلوا معي مرحبا بكم و ألف مرحبا بكم شو غادي نقول لكم البنات المسخة بكم و غادي نقول لكم إن شاء الله في الفيديو الجاي اشتركوا في القناة